أهلا بحضراتكم من جديد واباكي فقرات الأهلي خط أحمر لأن الأهلي خط أحمر واتكلمنا عن مشكلة المهاجم ومشكلة إهدار الفرص الضيعة لكن البعض بيحاول ياخد سكة أو ياخد النادي الأهلي في سكته دايما دايما المعايير عنده مختلفة تماما لما بتحصل حاجة عند النادي الأهلي وعند أندية أخرى منافسة دايما النادي الأهلي هو المرصود خاصة لما يكون في تاريخ من التصريحات اللي بنجيبها دايما لكابتن متحة شلبي كابتن متحة شلبي مع أي نادي مع أي نادي لا يعقد مقارنات لا ينظر إلى محترفين بشكل واضح وصريح لا يتحدث عن إصابات لعبين لا يتحدث عن إهدار مال عام في صفقات لا يتحدث عن اعتراض على تحكيم لا يتحدث حتى عن ضرب حكام هو فقط يتحدث عن أي شيء يخص النادي الأهلي بمنتهى السلبية يعني نفسنا في مرة نجيب كابتن متحة شلبي نقول كابتن متحة شلبي بيشيد بالنادي الأهلي يا جماعة في النقطة دي كابتن متحة شلبي شايف موقف للنادي الأهلي في القصة دي كابتن متحة شلبي شايف تحرك داخل النادي الأهلي يستحق الإشادة لا كابتن متحة شلبي فقط لغير وقت ما الأهلي بياخد البطولة بيبقى زي كل اللي بيقولوا الله يا أهلي البطولة حلوة وجميلة لكن هو دايما بيظهر أكتر في أوقات الإخفاقات حتى لو كانت نادرة حتى لو كانت في مباراة في الدور العام ولسه باقي موسم طويل للدور العام خلونا نطلع نشوف الفيديو عشان نشوف كابتن متحد شربي وجهة نظره في مباراة الأهل المصري عشان عندنا تعقيب مهم جدا يا جماعة ايه ده ايه المنظر ده ده لا يليخ بالكرة المصرية ما بنشوفش المناظر ديه في العالم كله وازاي حكامنا ازاي نحميهم قادي كولر كمان نزل راجل سويس يتعلم مننا ما فيش الكلام ده في بلادك ما بيحصلش الكلام ده في اي حتة يا جماعة في الدنيا في الدنيا إيه اللي عندنا وبعدين النهاردة اللامة الفضيعة دي على الحاكم والله أعلم إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيتعاد ومنظر غريب وبعدين الراجل ماشي ماشين جاري وراه ما عرفش إزاي ينحمي حكامنا بقى من هذا الأمر إزاي الحاكم بعد كده ينزل مستريح نفسيا وهو هيحكم مباراة إزاي إزاي هينزل مش خايف إزاي هينزل مش متردد إزاي هينزل يحكم بما يرد الله وهو عارف إنه بعد الماتش لو فرقة عندها شعبية هتعمل فيه كده هذه أمور يا جماعة لا تليق على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق أنا الحقيقة حزين على هذه المشاكل منتهى صراحة ومحدش يزعل مننا إحنا بنتكلم بما يرضي الله بما يرضي الله طلع بقى قدامنا منظر للأهلي طلع للزمالك طلع للإسماعيلي طلع للإتحاد السكنداري طلع لأي نادي من النوادي ما عندناش مشكلة في الكلام لكن إحنا لابد إن إحنا نحمي حكامنا نحمي حكامنا ما ينفعش هذا المشهد أولا الدوري بتاعنا دوري قوي والوطن العربي كله بيتفرج عليه والدينية كلها بتتفرج عليه ده مشهد يقلل من قيمة الدوري بتاعنا أدي واحد اتنين أهم عنصر في كرة القدم هو الحكم لأنه بدون الحكم مفيش مباراة هنعمل إيه بقى هنجيب حكام بكل ماتش بدولارات تسوي مليون جنيه النهاردة بسعر الدولار أو مليون وربع كمان دلوقتي خلي بالك تاقم التحكم اللي بييجي بيكلف الدولة أربعين ألف دولار فإذا أنت هزيت الحكم في ثقة وفي نفسه هنعمل إيه لما المسؤول بيعمل كده أنت بتصدر إيه لجمهور يعني لما المسؤول مدير فني مدير كورة مدرب لعيبة إدارية أيا كان بالمشهد ده قدام الجماهير اللي في المدرك والجماهير اللي في البيوت أنت عايز تصدر إيه لجمهور وعايز الجمهور يبقى سلوكيته إيه إذا كان ربه البيت بتدف دارئ ضاربا فشيمته أهل البيت الرقص مستني إيه بقى من الجمهور مستني إيه من كابتن متحة شلبي كابتن متحة شلبي حسسني أن الكابتن وليد عبد الرازق يعني يحوطه مجموعة من الأمن يحوطه أو يعلوه مجموعة من دروع الأمن المركزي يعني خوفا وتحفظا من هجوم جماهير أو لعب بقى النادل آهلي والجهاز الفني النادل آهلي والراجل يعيني طالع وسط إجراءات أمنية مشددة الحقيقة يا كابتن متحة يعني دايما وأبدا فرصك في استغلال أي وضع يتعلق بإخفاق للنادل آهلي بتكونش فيها نوع من أنواع الزكاة بمعنى إيه؟ بمعنى أن فرصك دي جاية بعد أن في حكام خرجوا من المدرجات تحت يعني حفظ الأمن وحماية الأمن وزجاجات وكراسي مكسرة عليهم وكمان التتبع للحكم ظل حتى غرف الملابس خارج المدرج والفيديوهات دي كانت منتشرة جدا بس واضح أن حضرتك إما مش متابع أو فريق إعدادك مش متابع أو المعنى الأفضل أن أنت متابع بس مش هتروح للسكة دي لأن ده مش في مبارات للنادل آهلي حضرتك كابتن وليد عبد الرازق تقريره أدنك أنتا ما أدنش الكابتن سيد عبد الحفيز عرف ليه؟ لأن قال أننا منحت سيد عبد الحفيز كابتن سيد الحفيز طبعا مدير الكرة في نهاية قالي انذار لأن اعتراضه كان بصوت مرتفع ما كانش بشتيمة ما كانش بتنمر ما كانش بإساءات أنت لو عايز تحكم الحكم يبقى تطلع تدفع عن الحكم اللي بيتشتم واللي بتقاله بكرش واللي بتقاله برصين واللي بتقاله شنخر ومنخر واللي بتقاله كل المصطلحات اللي بتسمعها في الفضائيات وترجط واضح جدا جدا منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي أول انتخابات انت قصتك المجلس ده انت قصتك تلعب على الوطر ده انت قصتك النادي الأهلي دايما في القصة دي لكن لو عايز تحمي الحكم يبقى تحميه قدام أي حد بيعترض للحكم انت ما بتعملش ده ومش تعمل ده وليد عبد الرازق حكم القناة اللي جاء تم تعيينه وهقول كواليس تعيينه في مباراة الأهلي والمصري كتب ان الكابتن سيد عبد الحفيز صوت ارتفع عارف لو اصلا لو اصلا الكابتن سيد عبد الحفيز اساءل الحكم اللي دور على متولي عشان يديله انذار كان يديله كارت احمر هو مقدرش يديله كارت احمر ده معنى ايه ده معنى ان ما فيش تجاوز حصل تجاه الحكم ما فيش اي اعتداء لفظي حصل تجاه الحكم انت عندك مشكلة وعايز تحمي التحكيم احميه بجد من اللي بيرهبهم احميه بجد من اللي بيتواصل معهم يهددهم تليفونيا وانت عارف ده كويس احميه بجد من المدرجات اللي بيكون طالع تحت حفظ الأمن وحماية الأمن من الزواجات الفارغة والكراسي المتكسرة يا كابتن متحك تعال العب الجيم صح مرة تعال اشوف حاجة سلبية في نادي آخر واتكلم عنه بالشكل الكبير قوي ده وحكمنا ولو انت مدير كورة بتعمل كده ولو انت مدير فني بتعمل كده لو انت رب البيت بتعمل كده يبقى شيمة اهل البيت ايه لا يا كابتن متحك النادي الاهلي ما عندهش رأس النادي الاهلي عنده تعامل بروح رياضية مع الفريق المنافس مع التحكيم مفيش مرة حد هنا او في ادارة النادي الاهلي او حتى مدير كورة او مدير فني اساءل حكم او تكلم عن حكم او تنمر على حكم كلام ده مش في النادي الاهلي بس انت بتشوف الكلام ده في اندية اخرى وتيجي توجه الاتهام للنادي الاهلي يا كابتن متحك حاول تلعبها صح مرة وتروح تنتقد ناس اخرى في اماكن اخرى او في اندية اخرى لان الحقيقة دايما دايما محاولة ترصدك بالنادي الاهلي ما بتتلعبش بزكاء هو في رأيي كابتن متحك شلبي بيلعب بزكاء وفقا لاهدافه وبيلعبها صح برضو وفقا لاهدافه لان كابتن متحك شلبي عارف هو عايزه وانا بقول الفيديو ده لما تسمعه الفيديو ده خارج من واحد هو عارف هو عايز ايه كويس وعارف امتى دايما هتلاقي متحك شلبي بنفس الطريقة وبنفس التون وبنفس العبارات حتى يعني مش من سبيل المصادفة بيوجه كلامه للنادي الاهلي وبيوجه صوته بيظهر بدور الاصلاحي وبيظهر بدور الخايف على المنظومة الرياضة المصرية وبيظهر بدور الشخص اللي قاعد في مقعد انه هو ينظر على الجميع هتلاقيه بيعمل كده كويس اوي وشاطر اوي وبروفو اوي في المواقف تخص النادي الاهلي حتى لو حيجيد اظهرها وكأنها مبلغة وتيجي تسمع بيت شعر بيتيقول اذا كان ربه البيت بتدف لا انا بيحضرني بيت شعر مختلف تماما وهو اسد عليا وفي الحروب نعامة ده اللي بيحضرني ده بيت الشعر اللي انا شايفه لما اسمع جملة واضحة وصريحة عشان مشهد رياضي بنشوفه في العالم كله ايوة اللي حصل بعد المباراة والتوجه الحكم بتشوفه في اكتر واعظم الدوريات والملعب الاوروبية مشهد لو شفته مش هتحس انه غريب عليك بيحصل بيحصل في كرة القدم انما بيحصل في كرة القدم ان حكام يتعرضوا لكل انواع الارهاب اللفظي والمعنوي والتهديد المباشر والصريح حتى خارج دائرة كرة القدم وخارج اطار كرة القدم هل بيتعرض اي حكام في اي مكان للإساءات اللفظية والوصف والتنمر والعنصرية بأوصاف تخص شكلهم وتخص زمتهم وتخص كل حاجة شفنا ده فيه شفنا فين حكم بيتقاله ده انا لو كنت موجود مش هيتقال اترفع صوت او هيتقال ده اعترض اتقال لو انا كنت موجود كنت حنزل اجيبك من افاك اللفظة هو يا كابتن متحق اللفظة اللي انت ما سمعتوش ومش هتسمعوه او حتى لو سمعتو عمرك ما هتتكلم فيه لان شعارك ومصطرتك دايما مش واحدة وكسة اللي ازدواجية عندك في تقييم الامور واضحة وصريحة لما تطلع وتخاطب الرأي العام وتقول حزين يا جماعة نفهم حاجة وعشان اكون صريح معاكم افهم ان البعض بيتعامل بنظرية يا سيد ابعد عن الشر وغنيله يا عم خليك على جنب بدل ما تتجاب وتتشتم واضحة عرض لإساءات افهم ده بس اللي بيحترم ذاته وبيعمل ده لانه حاسس انه في مواجهة حاجة هو مش قدها او ما عندوش استعداد انه يقضها في الامور اللي زي دي مش هيجي يعلي عن نادي الاهل حينزوي ويقول انا ما كانش عندي من الامانة المهنية وما كانش عندي من احترامي لذاتي فيما يخص المشهد ان انا شايفه ان انا اطلع واقول لا لو بتكلم على اداري انا بتكلم على رأس منظومة اساء للحكام في اشخاصهم وفي اثارهم وفي كل شيء طب انا لو ما كانش عندي ده حنزوي مش هتكلم حسكت خالص مش هجيب سيرة النادي الاهلي انما لا ده انت تطلع وتنظر وتستخدم اكبر الالفظ والمصطلحات في تحميل النادي الاهلي وكأنه هو اللي حزين على الكرة المصرية ودايما نقول بتكلم بما يرضي الله اعتقد لما نقول بما يرضي الله معيار الاتصاق في الاراء لازم يكون واضح لما نتكلم على منظر الكرة المصرية ايه مش اللي حيسيء لمنظر الكرة المصرية مشهد ممكن نشوفه في اي ملعب في العالم حتى في قلب الستانفورد بريتجو وكل وكل الملعب العالمية انما اللي حيسيء مشهد ما بنشوفوش في اي وسط رياضي غير عندنا حاليا ده كابتن متحط اللي لازم تقعد تبص في المراية وبعد كده تقول الكلام ده واعتقد رد فعل الجمهور وانت مش هيفرق معاك لان قصتك ومنهجك واضح ولكن مباراة اسوان والزمالك مباراة شهدت احداث تحكمية يمكن كمان كتير جدا من الخبراء قالوا ان فيه مفيش ظلم تعرض لها زمالك ولكن جوه الملعب ده قصة تانية وهي اللي تعنيني هنا تعرض حكم للمحاولة الاعتداء الجسدي تعرض حكم لكل انواع السباب والإساءة اللفظية ولكن شوفوا بقى كابتن مدحة شلبي بخوفه على الكرة المصرية وانه هو حزين على مشهد الكرة المصرية واذا كان رب البيت بتضف ضاربه نشوفوا كل هذه المرافعة يعني اللي انت ممكن تحطها في مجلدات للطلاب عشان يتعلموا منها ازاي ترافعوا في المثالية تعالى شوف كابتن مدحة شلبي بعد مباراة اسوان مرافعته كانت ايه ضد ما تعرض ليه الحكم أمين عمر وما تتخضش من المرافعة نتفرج على لقطات لمباراة اسوان والزمالك اللي اقيمت طبعا الساعة ثلاثة إلا ربع ظهر أمس هدف مبكر جدا جدا لأسوان محمد عبدالغاني في الديار بعد الخطأ في مرماء يعني دي الحاجة اللي لازم تضحك بعده كل ما تناوله كابتن مدحة شلبي فيما يتعلق بكل الأحداث اللي تعرض لها الحكم أمين عمر وكل القصة اللي كانت حديث الرأي العام وكل أنواع الإساءات والتطول أأتيكم بالوصف التفصيلي المباراة كان معتها الساعة كذا ونقص الفريقين الزمالك كان لابس أبيض وأسوان كان لابس أزرق والمباراة كانت في أجواء شتوية ولكن أكيد الأجواء كانت لطيفة لأن المباراة في أسوان تحس أن هذا الشخص منعزل عن الظروف والمعطيات في التقييم مستحيل اللي خليك تركز في مشهد بعد المباراة بيحصل يخليك إما إنت كنت تماما في دائرة منغلقة في خارج نطاق الزمن وخارج نطاق المكان وما كنتش معانا في الأحداث وفاجأة قالولك كابتن متحة اصحى في يا جماعة الحق جهاز الكرة أو فريق النادي الأهلي عنده مشكلة مع وليد عبد الرزاق ده المبرر الوحيد إن كابتن متحة شلبي يكون دخل في فجوة زمنية ورجع منها على ماتش الأهلي أي حاجة تانية هي لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشخص على نفسه وهو بازدواجية المعايير اللي أنتوا سمعتوها واللي أعتقد لو الناس بتحسب نفسها هتزعل من نفسها قوي وممكن ما تعرفش تبص في مراية ولكن أعتقد المسكور بتخلي الناس تعرف تبص كويس أنا عشان كده ما زلت يجي في مباراة الزمالك وأسوان ويشجب يندد يعني يستنفر يخاطب الجماهير حتى يلوم على الجماهير يلوم حتى على أي حاجة مشهد يلوم على الأمن إنه ما قدرش يحمز الحكم بشكل كافي وإن كان يعني الحكام طلعت الحمد لله سليم يعمل أي حاجة يعقب على أي حاجة لكن هو راح بتعقيم جميل ووصف جميل عن المباراة بس مش دي القضية اللي بس كابتن متحة شلبي دايما بيكون بيلعبها بشكل ضد النادل آلي عندنا موضوع تاني هنطلع نسمع فيديو الكابتن متحة شلبي عشان عندنا تعقيم مهم جدا ونكمل قصة الكابتن متحة شلبي مع النادل آلي فيما هو متعلق بمباراة الاهلي والمصري قدامكم قادي الست دقائق اللي اترفع قدامكم كويس كوي طيب هنبدأ مع بعض كده نحسب دي لحظة سقوط دي يانج وفي نفس الوقت لحظة سقوط الحارس محمود جاد الديها كم قدامكم بقى 94 و 25 سنة تمام نشوف لحظة استقناف اللعب ورينا يا سيدي وفي نفس اللحظة كل ده الساعة قدامكم يعني هي هنا مشت بس هي وقفت من لحظة دي يانج ما وقع كويس وده انظروا ما انظروا الكلام ده كله هنا وقع دي يانج هنا بقى بداية استقناف اللعب الديها 96 وكم دي و 18 ثانية استقنفنا اللعب يبقى توقف اللعب في الدقيقة 94 و 25 ثانية واستقنف اللعب في الديها 96 و 18 ثانية اذا اللي راح من الست دقايق لما تطرح دي من دي هيطلعوا دقيقة و 53 و 50 ثانية مفروض كده هو يقفل في الديها 97 و 53 ثانية حسب الوقت الضايع ده وجهة النظر التي تقالت كلها طيب نشوف بقى كده هنشوف السفارة هنا اهيه في الديها 97 و 11 ثانية اذا لما تشيل دي من دي يطلع هو وفقا للكلام كان المفروض يضيف كمان 42 ثانية كان المفروض يضيف ايه لان 11 من 53 42 ثانية كوي خليني بقى اقول لكم 11 قلنا ايه 2 يعني المفروض كان يضيف كم يضيف 42 ثانية طيب معلومة الحكم في ايده ستوب ووتش كويس كويس طيب جه الزبون وقع على الارض يقول كيف رحاب بتاع اي حاج كويس بيقوم دايس كده يوقف اللعب عشان يعرف هي وفقة دي هو كده كده ظابط ست دقايق اوكي في الديئة كذا الزبون وقع بيدوس بيدوس وبعدين اول ما يستأنف يستأنف اللقاء بيدوس طيب هل هو لما حسب الوقت الضايع ان هو ست دقايق خلي بالكم اللي هقولوا ده مهم جدا 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 ممكن جدا لان هو ظابط الاول مع بداية الشوت الثاني ظابط الساعة بتاعته ويوقف يعملوا الكلام ده كله ممكن هو على الساعة بتاعته وانا ما ببرره انا بس بديكم معلومة رياضية من باب الثقافة لو هو عنده الوقت الضايع خمس دقايق وعشر ثوان خمس دقايق وإيه وعشر ثوان بيرفع ايده للحكم الرابع بإيه ما ينفعش يعمل له كده وبعدين يعمل له كده عشر ثوان ما فيش دي يعني وسأله اي حكم تعرفوه بيقرب على طول الدقيقة اللي بعديها فبيعمل له كده ست دقايق بالرغم ان هو على الساعة بتاعته الستوبوتش داف لما بص لقاها خمس دقايق وعشر ثوان لان الستوبوتش موجود فيها الدقيقة او ثانية زي ما انتوا عارفين فهو مش هيرفع ما عندهش آلية يقول له او الساعة ما فيهاش خمس دقايق وعشر ثوان وهو ما عندهش آلية يقول خمس دقايق وعشر ثوان بيقوم مشغل الساعة التوبوتش اللي مزبوطة على خمس دقايق وعشر ثوان وقف الستوبوتش لما زيبون وقع شغل الساعة لما زيبون قام لكن هي في النهاية مزبوطة على خمس دقايق وعشر ثوان اللي هو هيكملهم بعدما وقف لانما وقف وشغل الجزء ده ما تتكلش من خمس دقايق وعشر ثوان جات عند الثانية العشرة اديته الألارم بتاعه تتصفر أنا ما ببررش الكابتن متحد شلبي مش بيبرر بص الكابتن متحد شلبي بيتوقع وبيكتزق يا كابتن متحد انت ليه بتتوقع وتقول اصلي احتمال يكونه خمس دقايق وعشر ثواني ليه تتوقع ليه بدل ما تبزل مجهود او فريق اعدادك طبعا يبزل مجهود في الست دقايق فقط لغير مراحش ليه للخمس واربعين دقيقة زي ما بتعمل كل مباراة وزي ما بتعمل كل شوت وزي ما بتعمل كل ما بيتم اثارة الجدل حوالين القصة الخاصة بالوقت بدل الضايع حتى لما روحت لسقوط حارس المرمى لا اكيد هيكون لنا كلام معاه ما رحتش لفكرة التغييرات اللي اجرى الكابتن حسام حسن داخل الست دقايق ما خدتش بالك ان فيه تغييرين اتعامل والمفترض ده من الوقت بدل الضايع التغييرين دول خدوا فريق اعداد بولنا تلاتة والتلاتين ثانية بس انا برضو ما زلت مصر ان الكابتن متحة شلبي بيتعامل مع الامور دي على اساس يبين هو انت يعني كنادي اهلي واقف على اربعين ثانية لا القصة اصلا مش كده الكصة ان طبيعي في اي مباراة الحكم بيدي فيه وقت بدل ضايع وفيه حارس مرمى بيقع مرة ومرتين وبيحصل تغييرات لما بيجي يسفر في نفس التوقيت او بعد دي امن التوقيت اللعيبة بتعترض بشكل واضح انا حتى متولي ملحقش ان هو يعترض خد انذار هو ده يا كابتن متحة اللي انت عايز تغفله هو ده اللي انت مش عايز تقول اللي خلى كابتن سيد يروح للحكم والحكم يدي له انذار هو ده اللي انت بتدور فيه القصة مش قصة وقت ضايع مع ان حق النادل قال يتمسك حتى لو بثانيتين وبتحصل في كل الاندية العالم وكل العيبة العالم وكل الاجهزة الفنية في العالم بتعمل ده مع الحكام لكن القصة ان فيه ترصب بمتولي اول مظهر متولي في المشهد ثلاث ثواني وكان بياخد انذار وبدل ما انت بتتكلم عن القصة دي وبالجاء وفعلا بقى همك حماية التحكيم وهمك كرة القدر المصرية ليه مثلا ما بتطرحش تطبيق لوقت بدل تضيع زي ما تطبق في كاس العالم ليه ما تقولش للحارس المرمى اللي بيقع بتعليمات من المدير الفني ما يصحش تعمل كده والرياضة المفترض تكون فيها تنفس اكتر من كده لا مش هتقدر تعمل ده ومش هيلفت انتباك ده ومش هتفكر في سكتك دي لان زي ما احنا نقول انت سكتك واحدة هي ازاي انتقد النادي الاهلي ازاي اروح لسلبيات النادي الاهلي حتى لو انا هريح فريق اعدادي فريق اعدادنا ما بيرتحش الحقيقة جاب الوقت بدل الضيع في الشوت التاني بالثانية والتوقفات اللي المفترض ديكون فيها وقت بدل ضيع وما طلعش احتمال زي ما انت بتقول خمس دقايق وعشر ثواني لا طلعوا فوق الست دقايق وممكن نستعرض الصورة بتاعت الوقت بدل الضيع في الشوت التاني عشان نوفر على فريق اعداد كابتن متحد شلبي الحكاية الطويلة العريضة في فكرة ما يمكن هم خمس دقايق وعشر ثواني ممكن يبقى خمس دقايق وعشرين ثانية لا هو مش ممكن هم تخطوا الست دقايق يا كابتن متحد فانت بنيت كل دفعاتك في الاربع دقايق اللي ضيعنا وقتنا وضيعنا وقت المشاهد دلوقتي فيهم على حاجة مش حقيقية على حاجة ما فياش مجهود من فريق اعدادك وبالتالي الشوت التاني ضع منه اكتر من ست دقايق زي ما حضراتكم شايفين اول توقف خمسين ثانية دقايق وعشرين ثانية واحد وثلاثين ثانية طمانتاشر ثانية دقايق وثلاثين ثانية ودقيقة وستاشر ثانية ست دقايق تقريبا واربعين ثانية فالمفترض ان هو كان ادى بقى سبع يا كابتن متحت او ادى ست يا كابتن متحت زي ما هو ادى مش خمس دقايق وعشر ثواني جينا في الشوت في الست دقايق ضع وقت اكتر من كده يا كابتن متحت اللي هم الست دقايق بتوع الوقت بدل الضايع فانت بتبني حساباتك على حاجة واحدة بس تعالوا ازاي ننتقد النادي الاهلي لكن مش هنبزل مجهود مش هنحقف ارقام مش هنقول حارس مرمى بيقع ادعي الاصابة او لعب يتباطع في التغيير او لعب يدعي الاصابة ما يصحش كده ومش هنقول لحكم يا اخي ما احنا شوفنا كاس العلم بقى ما تيجي نتعلم من كاس العلم بقى لا انا مش رحل الكلام دي انا رحوا وانتوا بتعرطاردوا على 40 ثانية ده كابتن متحت شلب كابتن متحت شلب اللي خايف على الكرة المصرية زي ما قال لكم من شوية وبيخاف على الكرة المصرية في كل حاجة الا الامور اللي اتطور اللعبة طالما النادي الاهلي بتكلم فيها طالما عندك مدير فني للنادي الاهلي خرج اتكلم في الوقت بدل الضايع واتكلم ان ده مش من مصلحة الرياضة المصرية وان اللي بيحصل في الكرة المصرية ده هو عنده تعفزات عليه كتير جدا في تطوير اللعبة فنيا وانا قلتها برضو يومها بدل ما الخبراء في اللعبة وبدل ما مقدم الستوديو يبدأوا يواجهوا يقولوا هو الرجل ده يعني اللي كنا بنشوف البعض عن اي تصريح لفريرا دايما كان بيتكلم فيه نلاقي الناس بتقول اصر رجل ده جماعة جاي يعلمنا رجل ده جاي يطور الدنيا طب كولر اتكلم في ظاهرة ما نقعد اعلاميا نشوف الرجل عنده حقه ولا لأ نقعد اعلاميا نشوف المحكم نفسه بيشجع فكرة اهضار الوقت ولا لأ ما هو ليه ليه طلع عندنا حارس اتكلم بشكل واضح وصريح ان المدير الفني كان بيوجهه لإهضار الوقت عارفين ليه لان سموح لما ضيع وقت واسموح لما اهضر وقت النادي الاهلي ما خدش حقه النادي الاهلي ما خدش الوقت المستحق النادي الاهلي تظلم فده شجع بقى الاندية ان هي تعمل نفس الفكرة تاني عشان حتى جوه الست دقائق يضيع 33 سنية ثم يضيع دقيقة 58 سنية يعني حوالي دقيقتين دقيقتين و 31 سنية الست دقائق ضع منهم 33 سنية من الدقيقة 92 و 7 سواني للدقيقة 92 و 40 سنية و ضع منهم دقيقة 58 سنية انتو متخيلين ان ده ضع جوه الست دقائق فييجي بعد كده كابتن متحد شلبي الحريص قوي من شوية على مصلحة الكرة المصرية وان فيه امور ما ينفعش تحصل مش هيبقى حريص هنا ابدا مش هيظهر هنا ابدا بعين النقد والمحلل ويدرس الظاهرة ده الرجل حل اللاعب لاعب ومشهد مشهد وإداري إداري في الناس اللي كانت بتعترض على وليد عبد الرازق الحكم اللي احنا يا جماعة ما بنتكلمش في حكم حسب قرار ايه احنا بنتكلم كمان في آلية وسيكولوجية اختيار الحكم لمباراة زي ده حكم 41 سنة محكمش مرة للنادي الأهلي حكم الموسم ده محكم 3 مباريات فقط في الدوري وما فيش منهم مباريات قوية يعني ممكن حد يجي يقول لي ايه ده كابتن متحد شلبي على فكرة دورك اعلامي العظيم دورك اعلامي ان انت تيجي تشوف ليه الجهاز الفني النادي الأهلي متحفز للحكم ده وعن أسباب فترصد الوقت بدأت ضايع تقول ده وصل الناس للحتة دي وتيجي ترصد وتوجه رسالة لجنة الحكام ان يا جماعة ما ينفعش اجيب حكم يكون بالمواصفات دي ما ينفعش اجيب حكم انا ممكن اقولك لا تنبرج بيدي حكام جديدة فاجأ بص اقول الحكم ده كان مظلوم في الواحد واربعين سنة اللي قضى حياته فيهم مسيرته كلها كان مظلوم وحكم مميز السنة دي حكم زمالك وحكم ماتشاط لبيرامدز وحكم مباريات صعبة فديته ماتشي للنادي الأهلي والمصري اللي هو مباراكة اللي حد فترة ايه رايبة بيجي لها حكام أجان انما لما تيجي تبص هتلاقي الراجل محكم ثلاث مباريات في الدوري ومباريات مش ملهاش القوة ولا لها التنافسية ولا لها درجة الحساسية بتاعة فريق زي الأهلي مع المصري طب لقى كابتن متحة مقافتش عند ده ولا هتهتم بان انت توقف عند ده المشهد اللي احنا بنحكيه ده كله هو اللي وصل لعيبة النادي الأهلي ان هي تكون مضغوطة كده ووصل حارس المصري انه هو يطلع يحكي الكصة اللي حكاها دي وده مهم جدا عشان يعرفكم ان مديري الفنيين للنادي الأهلي ما بيدعوش مظلومية ده بيرصده ظواهر بتتحقق في اللي انتوا هتسمعوا طبعا طبعا اتلاقي نادي كبيرة كبير نادي في أفريقيا والحمد لله انا بعتذر الناس عن لما ويعت في الآخر والله ده الحمد لله يعني ربنا كرم بنقطة واللي جاي احسن ان شاء الله كانت ديها وقت المرة اللي وقعت فيها في الأول ما كانتش ديها وقت والله لكن مرة التانية لما وقعت هم العيبة بتاعة الأهلي كابتن سلية وحمد فتحي وكده قالوا لي اقوم انا قومت لان هم كانوا طلبين مني طلب كابت عسام قال لي اقوم عشان نغير لكن لما قالوا لي اقوم انا قومت والحمد لله يعني مدارب حراس المهار ما في النادي قالي وقفت معاه وحاتنا نعلنا الصورة كنت بتكلمه فيها هو بقول لي ان انت بصراحة يعني بأتكلم بصراحة وبقول لي ان انت لعب داولي ما نفعش تضيع وقته وكده بقوله قال لا كابتن ما عليش انا اسف المرة التانية دي هي اللي كانت فيها ممكن عشان اضيع وقته وحاجة لكن انا في المرة اقولها ما كنتش بضيع وقته ولا حاجة انا عندي شد وكده بس الحمد لله انا مدارب كبير ربنا يكرمه من شاء الله ما ليش يا كابتن المدير الفني بتاعي قال له ضيع وقته فمش حاضر اخالف تعليماته حتى لو انا حارس دولي الموضوع يا جماعة انا اللي هممني مش بس التصراحات دي واللي هممني ان ازاي ازاي الحد اللي كان حزين على الكرة المصرية وكابتن مدحة شلبي ما وقفش عند التصراحات دي لو هو حزين على الكرة المصرية بجد انا هممني انتصل لمدير الفني الراجل اللي جاء تكلم في ظاهرة ورصدها وفعلا مع الوقت وصلت ان اللاعبين بيقولوا مديرنا الفنيين بيتكلمونا ان هدف اللعبة بعيدا عن كل فكرة العدالة ده راجل بيضاع وقت بتعليمات من المدير الفني ده اللي يا كابتن مدحة كنت لازم تقف وتتكلم عليه وتقف وترصده وتقف لو انت حزين على الكرة المصرية بجد تواجهه لو انت حابب تواجه وان كنت اعرف ان انت النواعي دي من المواجهات مش هتحب تخطه